في إطار الاتهامات المستمرة التي تواجهها كييف والقوى الغربية لطهران والمتعلقة بإرسالها أسلحة إيرانية الصنع إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا أفدت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن تبذل جهوداً واسعة للحد من قدرة إيران على إنتاج وتسليم الطائرات المسيرة إلى روسيا ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في المخابرات والجيش والأمن القومي الأمريكي قولهم إنه في حالة فشل تلك الجهود فسيتم تزويد الأوكرانيين بالدفاعات اللازمة لإسقاط تلك المسيرات الصحيفة أوضحت أن الإدارة الأمريكية سرعت من تحركاتها في الأسابيع الأخيرة بهدف حرمان إيران من المكونات الغربية الداخلة في تصنيع الطائرات المسيرة التي تبيعها لروسيا بعد أن تبين وجود تكنولوجيا أمريكية الصنع في حطام الطائرات التي سقطت في أوكرانيا كما لفت التقرير إلى وجود تعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا المجال مشيرا إلى اجتماع عبر الفيديو جرى بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومسؤولين عسكريين إسرائيليين لمناقشة العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية المتصاعدة بما في ذلك نقل الأسلحة وبحسب التقارير السابقة فأن طهران زودت القوات الروسية حتى الآن بنحو 1700 طائرة بدون طيار فيما تخطط لدعمها بالمزيد في المستقبل القريب وفي تشرين الأول أكتوبر الماضي طلبت الخارجية الأوكرانية من طهران وقف إرسال أسلحة إلى موسكو وبشكل فوري معتبرة أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل المدنيين فيما تنفي طهران باستمرار وتدعي أن هذه الأسلحة قدمت إلى روسيا قبل هجومها على أوكرانيا